بسم الله الرحمن الرحيم الطاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة سيما لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم لخسرون وإنك لتلقى القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر لواتيكم بشاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما لأها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولمعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من غرم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جينك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتنا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوجعون حتى إذا أرثوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأنعمل صالحا ترضوه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لياتيني بسلطان مبين فما كنت لغير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرص عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما يخون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعبوا علي واتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة نمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولمروا إليك فانظري ماذا تابرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة ألياء زلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهذكة فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتني الله خير مما آتاكم بل أنتم بأبيتكم تفرحون ارشح إليهم فلماتيا لهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملويكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك بي قبل أن تقوم من مقابك وإني عليه لقوي نبي قال الذي عنده علم من الكتاب أما آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أمكفور ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لا عرشا ننظر تهتدي أم تقول من الذين لا يهتدون ولما جاءت قيل آدذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدى ما كانت تبد من دون الله إما كانت من قوم كافرين قيلنا ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح لنعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما استعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا أستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإما لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فنظروا كيف كان عاقبة مكرهم إما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خواوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطن قال لقومه أساتون الفاحشة وأنتم تبصرون أينكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومي إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأة قدرناها من الغابرين وأنطرنا عليهم مطر فساء مطر منذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفق الله خير أما تشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلاهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل لها قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلاهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته أهلاهم مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أهلاهم مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في نافرة بل هم في شك منها بلهم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئما لمخرجون نقد وعد ما هذا نحو آباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين خسينوا في الأرض فانظروا كيف كان آقفة المجرمين ولا تحذن عليهم ولا تكون في طيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رضف لكم بعض الذين تستعجلون وإن ربك لزو فضل على المات ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لوجا ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فترك على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويغم نحشر من كل أمة فوجا من من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع قول عليهم بما ضرموا فهم لا ينطقون ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنار مدصلا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توهد آخرين وترجمها لتخسبها جامدة وهي تمه مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فسع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء من جاء الله وأمرت أن أكون من المسلمين وأنت هو القرآن لمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من البنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها فما ربك بغافل عما تعملون ترجمة نانسي قنقر